كل ده عشان يلعب مبارياته في الدورة يعني بانتظام طيب لما الفرق الاخرى لعبت مباراة ومباراتين او ثلاثة كل ثلاثة يام الناس كلها سرخت وقالت الاجهاد والتعب وحن مش عارف ايه واللعيبة بتوعنات صابه ورجلين وخلفيات واماميات وضماته وكلام اللطيف ده يجي البعض يقولك هتقول لي بيقولك ايه مثلا اصل اوروبا اوروبا ما فيهاش تأجيل يا جماعة للأسف للأسف البعض اللي بيرادت هذا الكلام فهو حافظ مش فاهم واحنا فين واوروبا فين ظروفنا مختلفة عن اوروبا وسائل المواصلات مختلفة عن اوروبا اورب البلاد في اوروبا موضوع غير عندنا في افريقيا يعني لما تيجي حضرتك تسافر سيراليون مثلا فانت بتسافر 8-9 ساعات تنزل في حتة وبعد انت اخد طيارة تانية 3-4 ساعات حضرتك قاعد يوم او نص يوم في طيارة وقاعد عمل كده كلعب يعني انا هنا بتكلم كلعب كرة قدم قاعد عمل كده ومحتاج يومين علشان تفك الطيارة لـ 12 ساع ده للناس بس لو قاعد يفكر لكن الناس بتتكلم اي كلام بتردد بغبغانات بتردد فهل حضرتك سافرت قبل كده وشفت الكلام ده ولا انت جاي تبقى تردد في اي حاجة وخلاص كلام غريب جدا بشوفه اعتقد ان الناس دي سافرت قبل كده في افريقيا وعارفين جدا انه هناك فارق كبير جدا 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 ما بين السفر داخل افريقيا وما بين السفر في اوروبا حضرتك مرة من المرات احنا سافرنا بلد من البلاد الافريقية وبناخد بلد من محافظة المحافظية مثلا من القاهرة الاسكندرية فخدنا طيارة لانه كان خطر ان احنا نمشي تحت يعني على الارض فالطيارة حضرتك ماشية فوق الشجر يعني احنا وصلنا لدرجة كده ان احنا الطيارات بتبقى ماشية فوق الشجر ما بتعلاش ففي حاجات كتيرة جدا في افريقيا بتبقى صعبة جدا 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 فما تقودوش تتكلموا كلام حافظينه وكلمتين محفوظينه وخلاص احاول تفهم الاول تفهم عشان بعد كده متعرف تتكلم تقول اوروبا واصل اوروبا ايه والجو والمندمين طب يا جماعة والمواصلات عنا ما فيها ايه دي هنجيب طيارة نفسة شوفونا طيارة نفسة طيب لو ينفع يعني ممكن تكونوا ما جربتوش الحاجات دي او ما كملتوش في هذه الاجواء انا عارف ومتخيل ولكن يا جماعة بالعقل نفهم بس بالعقل نفهم وبعدين في نفس الوقت انا مش عايزك تقلد الهجاسين يعني برضو فيه ساعات بيطلع كلام عاقل من بعض الناس لكن ان انت عايزين تقلدوا الهجاس هقلدوت حري اللي عايز يقلد الهجاس انا قلت الهجاس امبارح يعني ايه هذه الكلمة العامية المصرية قلتها يعني ايه امبارح فاشوفوا اللي عايز يخش في طابور الهجاس يخش هو حر عموما برضو خلصنا من اللعب ده طلع علينا واحد تاني اشتركوا في القناة